أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد في هذه اللحظات محتاجين نتطمن على استعدادات الأهلي لمباراة بطل النيجر يوم السبت القادم لذلك أذهب مباشرة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديدا ملعب مختار التتش مع الزميل العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد براحب بيك طبعا في البداية وكل التحالة لكل جمهورنا جمهور النادي الأهلي طيب الاستعدادات بقى متواصلة والمباراة بنتكلم خلاص أقل من 72 ساعة ولقاء مهم بغض النظر عن نتيجة لقاء الزهاب لكن أكيد في تفاصيل عندك المران قدامي هو في الخلفية الصورة وعايز أعرف أفشا النهاردة موجود في المران الجماعة حسين الشحات عايز أتطمن عليه من خلالك هل مش موجود ولا لا موجود في المران وهيكون جاهز للمباراة محمود متولي قهربا نهاردة انتظم ولا لا كل التفاصيل دي يا كريم بالتأكيد من خلالك أنا أعرفها وكل جمهور الأهلي محتاج يسمحها منك بالتأكيد طبعا زميلي محمد يعني في البداية إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريقا للنادي الأهلي بطل أفريقا نايمكن براءة القادمة وبراتة للسبت القادم إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله توفيقكم معنا لتحضيرات بكثيفة جدا ومميزة جدا حقيقة مع الجهاز الفني سواء تحضيرات تمكن فنية بمحاضرات وهي لايتس طبعا للمباراة الأخيرة ونقاط القوة ضعفة كثيرة جدا الحقيقة يمكن مستر بيتس موسيماني بيحاول في كل تدريب إن هو يشتغل عليها بعض الكسور يمكن شفناها ممكن بشكل كبير جدا يكون في تغيير في التشكيل وده الحقيقة محمد اللي لمسينه وشايفينه من خلال التدريبات اليومية طبعا لفريق نادي الأهلي استعدادة نهار دا كالعادة طبعا تدريب النادي الأهلي كان في تمام الساعة الرابعة 35 أو 25 دقيقة محاضرة فنية البيتس موسيماني ومنها مباشرة إلى التدريب فقرات بدنية وفقرات أيضا كمان خاصة بها الكرة وممكن أهمها طبعا التاكتيك الراجل يمكن بيحاول يعمل ثلاث تأسيمات في تأسيمة واحدة بيحاول أنه يمكن يضم كل اللعبين بيوظف بعض اللعيبة في أماكن لأنه طبعا تعرف الظروف عندنا حتى هذه اللحظة الغيابات الخاصة طبعا بكل الوفيدين الجدد مش يكونوا معنا فيمكن القوامل المتواجد معنا هنشارك به في المباراة القادمة لكن ممكن أنت محمد طبعا ذكرت عدد من اللعبين حابين طبعا في البداية ينطمن كل جمهور النادي الأهلي بعض يمكن الناس وبعض الأخبار اتكلمت على حسين الشحات وقالت حسين الشحات 48 ساعة هيبدأ يخش فيها التدريبات ومنها هيكون جاهز للفترة القادمة فممكن الناس أكدت أن حسين هيكون خارج مباراة الحرس الوطن أنا بقول لك محمد طبعا من خلالكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وتصريح خاص طبعا لطبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة حسين الشحات النهاردة في التدريب بالكامل ويمكن أمس خاد جرعة تدريبية قوية غدا يكون متواجد وحسين الشحات متواجد في قائمة المباراة القادمة الدفع بي من عدم طبعا هي رؤية فنية خاصة في بيسه مسلمان لكن جهزيته الطبية والفنية ممكن جهزة في شكل كبير جدا فان شاء الله يكون متواجد في المباراة القادمة محمد مجدي أفشا مستمر في التدريبات تشارك في تدريب الأمس وبيشارك بكل جدية وبكل قوة وواضح عنده حماس كبير جدا حسين الشحات عفة طبعا عنده حماس كبير جدا لفترة القادمة فبنتمنى ان شاء الله يكون متواجد وموفق في المباراة القادمة اللي غاب عن المباراة الماضية تأثيره مهم جدا محمد مجدي أفشا محمود متولي مستمر في التأهيل صلاح محسن أيضا كمان بعد البرنامج الموضوع ليه طبعا من قبل الجهاز الفيني لكل مستمرة محمد في التأهيل على الخاص به لكن هي التأكيدة اللي كانت مهمة جدا حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهرباء محمود عبد المنعم كهرباء أيضا كمان متواجد في التدريب شعور كان ببرد بسيط جدا يعني تعرف الناس بتحاول تكتاة شوية لكن هو شعور بسيط جدا أنت عارف جهاز الطب لنادي الأهلي أي حد بيشعر بأي حاجة بيبقى فيه تأني عليه بالدفع به لكن تم فحصه طبيا قبل انطلاق المران ويمكن تأكد جهازيته لطبية والفنية والبدنية للمباراة القادمة فيمكن لكل الحمد لله محمد متواجد في التدريب وجود كابتن محمود الخطيب أمس الحقيقة كان مهم جدا كان اجتماع بسيط مع الكابتن ساي عبد الحفيز أهمية المرحلة الكل طبعا عارف المرحلة القادمة لكن الحمد لله محمد جدية كبيرة جدا وحماس كبير لفريق النادي الأهلي فيها تدريبات إن شاء الله بإذن الله يوم السبت ينقصنا التوفيق بإذن الله والدعم الكبير كعادة جمهور النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة ماذا جهزية أفشى المباراة يوم السبت يا كريم؟ يعني اتكلمت مع الكابتن سامي أو اتكلمت مع بيتسو موسيماني فيه إمكانية للدفع به ولا هو عشان راجع من أجازة فبيحاول قادر إن كان بيبدأ تأهيل الفترة القادمة في التدريبات يمكن بدنيا وفنيا محمد أنا محمد محمد مجد أفشى بأكد لك جهازيته وده تأجيد كمان من الجهاز الفني والجهاز الطبي يمكن محمد عاود طبعا المنتخب خروجه من المنتخب هو محمد شريف كنادي الأهلي كان أدي أجازة ثلاث أيام أو أربع أيام لمحمد مجد أفشى ومحمد شريف محمد مجد أفشى استمر في الأربع أيام تدريب لأنه عارف إن المرحلة مهمة وعارف إنه بعد الزواج هيكون يومين أو ثلاث أو أربعة أيام بالكتير عشان يبدأ يخش في مسير طبعا النادي الأهلي والدفاع لقب بطولة الأفريقية وبطولة الدور العام وكأس مصر وكل بطولات لأحالته الفنية والبدنية جهزة ويمكن محمد مجد أفشى بيتميز بهذا الأمر عنده إصرار كبير وعارف قيمة النادي الأهلي وعارف أهمية المرحلة وإنكار الزادة مهم جدا شفنا قبله حمد فتح الحقيقة محمد مجد أفشى كمان بيدي مثال كبير جدا لحبه لنادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله يكون جاهز الدفع بيه أيضا من عدم وهي رؤية فنية لكن أبقى أكد لك محمد من خلال التدريبات ومن خلال رؤيتنا جاهز فدنيا وجاهز بدنيا وإن شاء الله بإذن الله يكون ذهنيا موفق فيها المباراة قادمة يكون لدور كبير كعادته فيها المباراة البطولة على أفريقيا هل ممكن الفريق بكرة يدخل معسكر مغلق عاقب المران ولا المعسكر يكون ليلة المباراة بس يوم الجمعة لا يعني أقدر أقول لك النادي الأهلي مستمر في تدريباته تجمع يكون الساعة ثلاثة أربعة عصر يوم الجمعة إن شاء الله نفس المعاد ومنها مباشرة باقي لأمعسكر مغلق انت عارف تبقى 24 ساعة بسيطة جدا قبل المباراة لأمور الحمد لله محمد طيبة لك أبقى أكد لك برنامج النادي الأهلي مستمر حتى يوم الجمعة تدريبات في ملعب مختار التج ويوم السبت إن شاء الله بإذن الله يكون المباراة على أستاذ الأهلي والسلام في تمام الساعة السابعة إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لفريقنا الجهاز الفني بيتسو مسماني إن شاء الله يكون travailler في القيادة الفنية ورقيوته الخاصة بها التشكيل في هذه المباراة ويا رب إن شاء الله محمد يكون التوفيق معنا ونقدر نتخطى هذا الفريق لأن الظروف مختلفة المناخ مختلف كل الأمور ده مختلفة الفريق النادي الأهلي فيمكن الأمل كبير جدا إن شاء الله قلت لي ممكن يكون فيه تغييرات في التشكيل تقدر تقولي بنسبة كام لاعب مثلا يعني من اثنين لتلات لعيبة يا محمد يعني مش عايز طبعا نقول اسماء لكن واضح ان فيه تغيير فيها للتشكيل اه واضح ان فيه تغيير في التشكيل الرجل بيحاول ان هو يعني شاف طبعا المباراة الاولى بعض اللعيبة طبعا كان فيه كسوره ما كانش فيه الروح والجدية الكبيرة اللي احنا عارفانا بفريق النادي الاهلي الامر مش فني على قد ما هو امر ممكن يكون خاص ببيتسو مصيبين الرجل عايز الفترة اللي جاية كابتن سايد عبدالحفيز الكل اللي بيتكلم على الروح والقتال وروح الفنان الحمرة غابت عننا في المباراة الاولى محمد الحقيقة زي ما شفنا فان شاء الله بإذن الله الكل بيكتهد العيبة كلها بتكتهد الروح الكبيرة والحماس اللي شافينه في التدريب بيدينا امل ان طبعا ممكن يكون فيه تغيير فيه الجهاز فيه طبعا التشكيل الخاص بمباراة قادمة اي حد يكون متواجد ان تعرف محمد الكل طبعا بيرتد قميس النادي الاهلي فيارب ان شاء الله بإذن الله الكل يكون على قد قيمة النادي الاهلي وقيمة قميس النادي الاهلي زميل العزيز كريم احمد مراسل قناة الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاضحات من ملعب التتش بيك جزيرة واخر الاستعدادات لمباراة بطل النيجر يوم السبت القادم على ملعب الاهلي والسلام